محتاج خبرات ولا جاهزة؟ يعني ترى لو عندك لعيب فت قوي بس يمكن اول مرة يلعب اهلي وزمالك أو يلعبش قبل كده اهلي وزمالك وعندك لعيب ممكن يبقى 70-80% بس خبرة عارف المطش وعارف ازاي تعمل معاه وعارف اللعيب اللي هيلعبها ازا كان مهاجم مين مساكين هيشتغل عليهم ازاي او ازا كان مدافع هيواجه مهاجمين عارف يوقفهم ازاي ايه اللي بيحسم اختيارات في المطش زي ده اولا انا بحيي حضرك على سؤالك السؤال مهم جدا المطشات دي بتاعة لعيبة كبيرة المطشات دي بتاعة لعيبة تتحمل الضغوط تتحمل ضغوط الجماهير تتحمل ضغوط المباراة تتحمل ضغوط لو لا قدر لاجيه فيك هدف هتتعامل ازاي هيبقى فيه تسرع اعتقد ان الدخط العصب جديد طبعا التسعين ديها فيهم طبعا انت وارد من السيناريو المباراة برغم كل الكلام اللي بنقوله مع صفارة الحكم والبداية 50-50 موضوع مختلف 50-50 يعني الاحتمالات بصرف النظر عن الحالة بصرف النظر عن التشكيل بصرف النظر عن الجهاز الفني والخطة بصرف النظر عن الجمهور في الملعب المباراة 50-50 كل الاحتمالات فيها قايمة لكن برضو الـ 11 اللي موجودين في الملعب اهلي كانوا عوزة مالك بيبقوا شاهدين عبء المباراة اكتر من ايه مباراة تاني اكيد مفيش شك وده بيبان عليهم في الملعب يعني بيبان عليهم في الملعب فيها كια الخبرات انت بتقول هي بتحسم الامور بتحسم الامور حتى وارد وارد من دمن الحاجات انها ممكن تحصل في الملعب إنه ممكن اللاعب وسطنا ما يبقاش في حالته. فإزاي هنشيله؟ إزاي هنشيله إزاي مش هنكشفه إزاي مش هنكشفه إنه هو مثلا مش في حالته النهاردة. فطبيعي إن اللاعبها كلها بتشيل بعض. بحماس مش بشدة. لكن لو ممكن اللاعب مثلا هو واقع وسطنا مع نوان في الأول أو غلط كم غلطة. لأن في الأول دايما في المبارات الكبيرة متسهلة على نفسك. سهلة على نفسك بباصل سهلة على نفسك أنت متغلطش. أول ربع ساعة لما بتعديها كويس الدنيا بطلها كويسة. خلاص بيتمشي. خلاص بنتمشي. أول ربع ساعة الصعوبة. دي مرحلة جس النبضة اللي بيلعب عليها أي. لكن اللاعب الكبيرة اللي هي متمرسة في مباراة أهلي وزمالك مباراة أنت تلعب وخصوصا ما بنشوفش كم الجماهير ده هنا في مصر. يمكن مشكورين السادة المسؤولين وهي أضافة عدد الجماهير ده. ده بيدي طبع خاص حتى في الكرة الحماسية اللي بين الفرق. ما أقصى سيني سبعه.